اهلا بحضراتكم من جديد طمنتوا على صفقة وسام بوعلي لكن نتطمن على ما هو اهم واكبر طبعا منتخب مصر فوق الجميع ما اعتقدش محتاجة اي تأكيد او كانت محتاجة من الفرعون مصلاح هذه الصرخة للجمهير غلبوا مصلحة المنتخب على اي اعتبار وكمان انسوا حكاية اللعيبة مش جمهور نادي هينحاز للعب الفلاني لعب ليه وجمهور النادي العلانة هيسأل فلاني فلاني ما لعبش ازاي فكانت كلمات محمد صلاح الحقيقة في تويتها في حتة خلاص يجب ان تزوب كل الانتماءات وكل الاهتمامات الجماهيرية بين العيبة وبين الاندية في موتقة المنتخب الوطني عشان يكون طبعا المنتخب فوق الجميع اعتقد لحظات مهمة بيحتاج فيها المنتخب الوطني الى كل الدعم والمساندة عشية السفر الى كأس الامم الافريقية في ابيتجان يا باش مهندس والله انا مكنش متصور الامر محتاج هذه المناشدة طول عمر متخب مصر سابق كل الاعتبارات وطول عمر الجمهور في مصر يعني متخب مصر صاحب الكسافة الاعلى ايه اللي حولنا الى مشجعين للعيبة اكتر من الاندية كمان يعني الناس بتروح انت شرط لزيارة الرئيس عبد فتاح السيسي لمعسكر المنتخب طبعا لها معنى قوة دعم كبيرة في توقيت مهمة اوي توقيت مهمة جدا اه القوة النعمة بتاعتنا واسهمها استاذ افراهيم في التواصل ومد جزور التواصل منها كرة القدم اولها وشيلة للتواصل السريع هو الرئيس قال لهم قال لهم تؤدي بتمسؤوله القوة نعمة بتسعيده الناس بتحمله مسؤولية المظهر المشرف مسؤولية التصرف مسؤولية التصريحات ولذلك انا ارحب جدا بالتصريح اللي قاله مو صلاح اه وارجو ان جماهرنا فعلا يعني ننسى كلنا اي وقع مش ضروري ننتصر لوجهة نظرنا يا المنتخب يبقى فيه ما يحقق وجهة نظر يا ما شجعوش والتشكيل فنان لعب وعلان ملعبش ما دي وجهة نظر الانتصار للرأي اصبح خطر مش بس عم تخبع الاندية وعلى الحياة الطبيعية في المناقشات العادية في الخلافات الحياتية كل واحد عايز يقولك مش قلتلك شفت بقى عشان تبقى تسمع كله يعني ايه عشان انا بقى اسمع كله ده رأيك وده رأيه وانت مرة حتصيب وانا مرة حتصيب واصل الصواب والخطأ ده نسبة جدا لكن الاهم من كده ايه ان احنا نعمل واجبنا ونقوم بالواجب يعني فيه تأييد منتخباتنا دي مسؤوليتنا يا جماعة مسؤولية اللعب ان يتدرب ويخلص ويسمع الكلام مسؤولية الادارة انه هيئ لهذا اللاعب كل ظروف النجاح مسؤولية الادارة الفنية انها تدرب صح وتشكل صح وتكون عادلة مسؤولية الاندية انها تشتغل بجد عشان تقدم النجوم مسؤولية الجماهير الدعم للنادي الدعم للمنتخب الدعم للاجهزة الفنية مفيش حد هيبقى اكثر حرصا على فوز الفريق من المسؤولين عنه ايوة مش عايد اقولكو اللي مجدأك لو عيشه ده بريستيجه ده سمعته ده سمعته ده مسؤوليته طبعا انت مرتبط بيك وجهة نظر بتروح تنتقد بسعادة شخصية لكن المسؤول ده حيرميه على مين هو اللي في الاخر بيتحملها على فكرة الكلمة دي مهمة جدا يا جماعة يعني لجزئية كمان لجمهورنا واحنا دايما بنساند المدرب مدرب الاهل عشان احنا بنتكلم للاهلي وانت بتدي مدرب الاهلي الحق وكل الحق في انه يختار اللعب اللي عايزه والتشكيل اللي يناسب والطريقة اللي تنفذله افكاره واهدافه هو نفس الحق اللي لازم تديه لروي فيتوريا هو اللي من حقه يختار القيمة هو اللي من حقه يختار التشكيل هو اللي من حقه يختار الطريقة هو اللي يعمل التبديلات ويبقى الشكل الكامل والتسليم المطلق حق المدير الفني اللي المنتخب فيه ان يختار ما يشاء قبل الاختيارات كل واحد فينا يقول رأيه كلنا كنا نتمنى ان حسن الشحاتي بموجود وممكن اقول لكم اتنين تلاتة لعيبة من الاهلي كمان كانوا يستحقوا يكونوا موجودين بس الراجل الاول المسؤول اللي ده اكل عيشه وده تعقداته وده السفيه بتاعه وده مصلحته وده سمعته رأى ان دول هما امبالح احترمت جدا اكرمت وفيه وهو بيقول الراجل اختار الاجهز الناس وانسب الناس ليه دلوقتي قاله قاله يا سهل قبل ما يخبره ها انت كنت تتمنى تروح قاله انا كنت اتمنى بس في النهاية هو اختار الانسب والاجهز فلازم فعلا زي ما احنا بنفس الثقافة اللي بنساند فيها مرس الكولر وبنديله كل الحق المطلق والتسليم التام انه منحقه يفعل ما يشافي فرقته لازم هذا الحق ينتقل بشكل كامل ايضا لمدرب المنتخب بدون اي حاجة مش سين لعب وصاد لعب ملعبش امام لا لعب زيزو مداش فلان لا ادعد لان لا قعد مش عارف منعم لا لعب حجازي كل ده في النهاية هو الراجل بيقود منتخب بلد صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة مش منتخب قليل في البطولة عارف اهمية الكلام اللي انت بتقوله ده تنسحب الى حاجة مهمة جدا الناس مشو اخد بالها اللاعب نفسه مدى قبوله بالالتزام والنظام اذا شعر ان الجمهور بقى بتاعه وانه منتحد عشان لعب ولا ملعبش اتغير وتغير ليه او ما هحسن من غيره وانه يقدر يعمل هو عايزه وجمهور يدافع عنه ضد الاجهزة سلوكه هو بيبقى مش سلوك ايجابي بالضبط لكن لو شعر ان في الاخر كل الدعم للجهاز الفني خاصة في المنتخب مش هيقدر يبص النفسه على عساب المنتخب ابدا ايه مش هيقدر يعمل تصرف يولام عليه احنا بنحمل لاعب من نفسه ايوه وان احنا نمشي في الهرم هرم المسئولية صح صحيح لا انت كمان في نقطة مهمة جدا وانت بتسنده دلوقتي على انه تقدر توقف معاه في الغلط ايوه طب هتعمل ايه لما يعمل الغلط ده على حسابك انت بقى انت شكلت تكوينه بهذا الشكل مؤكد هيعمل الغلط هيعمل الغلط لانه اعتبر انه هو فوق المسائلة هو خلاص تشوش ما بقايش الغلط صح عنده اللي يدفع عنه ايوه في ايه يدفع عنه في ايه اه هو مش متعم حشان حد يدفع عنه بالزبط فيه صح وفيه غلط هو فيه مدرب شايف ان اللحظة دي وهو اللي بدفع تمانا المدرب ايوه اذا اخ فقط فقط اه يعني تحمل المسيدي هو فيه اكتر من لوهم تعيشوا اه لما مدربين بيتقطع عيشها هو ياخد التمن يدفع التمن ايوه فهما عايزين ناسق الاول في النظام ايوه عشان نكرسه والنجع هنا ونحسابها ايوه مش هتحاسبه بدون ما تديره الحق ونخلع شخصية سليمة للعيبة ده مهم جدا جدا خدوا بالكم النقطة دي في منتهى الاهمية نساعد لعبتنا على تكوين شخصية لعب سليم بشكل منضبط ومحترف وجاد لانه اللعب اللي بيمثل حتى النادي الاهلي لولا هذه النوعية من الشخصية الاهلي محققاشه بطولات شخصية اللعب المنضبط الملتزم المطيع المحترف اللي بيقدي واجباته صحة قوي بعدين احنا جربنا صاد إبراهيم في اللعيبة اللي كانت بتطمس الميوعه ويطلع يقولك ايه رأيك فهده المنتخب يقول له والله مش متابع اين انت الان مش متابع طيب هو الراجل كان من هو دلاتي مش متابع مش متابع انت انت الجمهور يعني ظلم اللعيب ده انه عانه على ظلم نفسه قبل ما يظلم الادارة لان اللي كان قاله انت دورك تسمع الكلام واللي مش متابع المنتخب ما يلزمش كان زمانه حرص على نفسه وكمل اي الحاجات دي مهمة احنا نتمنى كل اللعيبة ها يعني النهاردة الناس وثقت ليه في ياسر إبراهيم لما سوء له برا والله اتمنى له من الخير اكرم اتمنى له من الخير اي لعب حتى لو من وراء قلبه بس يروض نفسه علاني ده صح ايوه دي وجهة نظر ملهاش دعب كرامتي هو ما اصرش على مستقسمة نفسي وانا قلتلك الكابتن الشازلي قبل دورة توكي وراجع بقى المرعب جلاد الحرات اي هو ده الإيجابية حد نفسه علي اعملوا اعملوا كده اعملوا كده ازا كان عندك القدرة انك تعمل كده اعمل كده ما عندكش يبقى المدرب مية المية هو اللي كسب وجهة نظر انتصرت عليك انك ما تكونتش جدير بتمسيل مصر اعملوا كده ما فيهاش يعني انا دايما دعم للنظام ما اعرفش وشايف ان النظام هو هو اللي بنجح اه المهارات اه بتساعد جدا لكن مهارات بدون نظام تضر اه هو واحد زي اه 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 امام عشور لما اتكلم على الانطهاد قالك لول ان الاهل فيه سيستم ده الفرق بقى ايوة لما كنا بنقول ان انا شايف فيه سيستم بتؤثر عليك ايه تفرض نظامك ايه ولما اللعب يلتزم حينجح ايه لما التزمش حيتعبك ايه وحيتعب نفسه اه ده كما كلام مهم جدا يا جماعة وهي دي الشخصية اللي هتخدم المنتخب الوطني واللي هتخدم النادي كمان اللعب المحترف الناضج السليم الجد وهتروحوا بعيد ليه ما هو لولا ان النادي الاهلي في التجربة بتاعت منول جزيه لو سألته كابتن حسن شحات الرجل صاحب التلت بطولات في الفين وستة والفين وثمانية والفين وعشرة هيقول لك ان انا اخدت لعيبة من النادي الاهلي سمات البطولة عندهم جاهزة انت بتتكلم في سبع تمن لعيبة في كل مرة لعيبة رجالة بجد منضبطة بجد عندها قدرة على تحمل الضغوط عندها قدرة على تحقيق البطولات عندها سقف طموحات النوعية دي لما كترت في المنتخب مع باقيات زميلهم من الاندية التانية ومن اللي كانوا محترفين برة بقت مصر عندها منتخب يكسب ثلاث بطولات وراء بعض ويتحدد كل المحترفين دي رجبة وصمو الات وغيرهم بفضل شخصية لاعب النادي الاهلي المحترفة المنضبطة الجادة الجيل ده بيحقق انجازات رائعة جدا مع النادي الاهلي بطولة بعد بطولة وموسم بعد موسم بيتقلوا عشان كده يستمروا ان شاء الله في العطاء انت ذكرت تجربة ومثال يمكن يوضح كل حاجة اي هو فيه لما تسأل من احسن لعيب في اخر عقدين او يمكن عبر تاريخ يصنف من احسن لعيبة مصر اي حيتقل لك اموت ريك اي حيتقل لك بركات صح اه في خلاف افضل مدافع واق الجمعة افضل حارس السامر حضر الشخصات الجادة او انا بتكلم في النموذجين بس استان اه ده انت بالعكس لما عصام الحضر يتبرم ايه اللي حصل اصارت على مسيرته اه وبيقولك هو نفس الوقت يقولك ياريتني ندمان ياريتني او ما عملت كده لكن اللي التزم بقى امم وقابله انه يتغير وهو نجم النجوم اي ويسمع كلمتين زي الرصاص في قط اللبس اي يعني الكامت نحمد حسن كان بيحكي عن ابو تريكا اي انه في هافتايم في ماتش مهم جدا اي قال لهم فين فين اتنين وعشرين مرضاش يقوله فين ابو تريكا اي كلم ناس كلهم فين اتنين وعشرين انا مش شايف قالوا له ما قال لهم انا مش شايف ما جايش اي ده هذا كلمة لازعة اي في الهافتايم فبيوصل الوصال انت ليه فينك انت مش عامل عليك ليه نزل جاب جون اول خمس دقائق اي طوفيق اه طوفيق بس خد بالاسباب اي هل زيال كابتن ابو تريكا هل زيال لكابتن براكات لا هل زيال لكابتن واق الجمعة لما كان مركون لمدد رجع اقهم الاول اي اقوى من الاول اي المدرب ساعد اللعيب ان الشخصيته تندج ويعرف سمات اللعب النجم الناجح لكن لو دللت انت للنجوم دي ازاي غيرك ازاي غيرك هيعمل اي هيخرج يشوط الميا وحيخرج يشوح وحيخرج كل ده ما يفدوش فانت الادارة في الاهل بتسند المدرب ليه مش لانها يعني كده بالصدفة لانه عارف ان اذا اللعيب ما حسش ان المدرب اقوى حاجة في المنظومة الفنية مش هسمع كلامه مهما اللعيبة تأمرت على حد ما تقدرش تشيله لعنده دعم يوموا يعملوا ايه اسمعوا كلامه يبقى ما يتشالش اي لذلك الشغلة ده مش في النادي الاهلي الحمد لله على نعمة الاهلي على نظام النادي الاهلي الحمد لله شبابنا يدعموا المنتخب بهذا المفهوم وكل الاندية الادرة يعني تحافظ على النظام بتكمل كويس جدا ده كلام مهم جدا